السلام عليكم اليوم الأجواء ممطرة وإجازة ونبارك للشعب الكويتي والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الكويتي وكذلك يوم التأسيس السعودي ما شاء الله المناسبتين مع بعض الله ديم الأمن والأمان على جميع الشعوب يا رب العالمين قصة الليلة أحداثها غريبة شوي القصة كانت في عام 2012 في محافظة اسمها قلقيلية وهذه المحافظة تكون في فلسطين وهي من ضمن المحافظات الست عشر التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية الحادثة اللي حصلت هي اختفاء ولد عمره سبع سنوات اسمه محمد ضامن أبو الزيم اختفاءه كان غريب كان في يوم الثلاثاء الثلاثاء الولد من الصبح ما بين الولد سبع سنوات يعني من بيكون يعني لها اعداء في هالعمر ومن أسرة صغيرة أم وأب ويحبون الولد وعايشين بأمان وما عندهم مشاكل أبدا الولد وين راح ما يدرون دوروا عليه في كل مكان أبدا ما بين معاهم ولا أحد شاف في ذاك اليوم اضطروا أنه يستعينون بالأصدقاء والجيران في البحث عن محمد ضامن لأن حل عليهم الليل وجاء اليوم الثاني والولد ما بين وتدخلت السلطات الأمنية الفلسطينية في البحث إلى أن أتى بلاغ من قبل أحد المرة شاف عباء عباء نسائية وكأن في شيء مخبة داخلها ومرمية فوق حاوية القمامة من بين هذا الرجل انتبه على أن العباء جديدة وكأن محملين فيها شيء يعني ومعاملين مثل البكشة تعرفون البكشة أو دام اللي يلفون فيها الأغراض مبين مكورة يعني هذا اللي شد فضول الرجل ترى من حاوية القمامة يتحسس عليها فيها رائحة كريهة جدا أول ما فتح رباط العباء وتبين معاه هالجثة بلغ سلطات وحضروا ولا هذه جثة ولد عمره تقريبا من خمس إلى عشر سنوات بدوا يسألون يتحرون لأن ما في أي إثبات يكشف هوية الولد إلا البلاغات اللي يقدمونها الأهالي بفقدان أولادهم ما في ذاك اليوم إلا محمد الضامن الولد هذا اللي يبو عمره سبع سنوات اللي ضايع استدعوا أسرته وعرضوا عليهم الجثة وتم التعرف على الولد انهار الأب والأم يا الله الجثة كانت مرعبة ما كانت مقطعة لا الولد كان جسده كامل كجثة لكن الغريب أنه كان مطلع لسانه وعاض عليه وقاء يعني يمسوي قطع جزء في اللسان ونزيف وميت بعدين عرفوا انه تعرض للخنق يعني الشخص اللي قام بخنق الولد هذا أثناء ما كان يخنق فيه الولد يعني من حلاوة روح طلع لسانه بعدين لما شد عليه ضغط بأسنانه على اللسان وقطع جزء من لسانه النزف ومات وكان سبب الوفاة طبعا ما هو النزيف لا كان سبب الوفاة هو الاختناق لكن منوه الحقير اللي يقتل ولد عمره سبع سنوات شنو ذنبه شنو سوه أبوه منه أمه منه ليش قالوا قالوا يمكن أبوه من تبع المقاومة تبع جهة معينة تبع شافوا أن الأب جدا بسيط ولا سبق أنه تم تقييد قضية ضدها أو معاه يعني رجل مسالم والأم في حالها منهارين على ولده المصيبة أن حاوية القمامة تبعد عن البيت تقريبا مئة متر لكن خلال عملية البحث ما حد انتبه عليها المهم اسأله في أحد شاف شي في أحد يعني اشتبه شخص يعني رمه القمامة خلال أيام قالوا لا ما في ما في شي واضح يوم يومين ثلاث المصيبة أن محمد هذا الله يرحمه محمد ظامن الولد اللي عمره سبع سنوات ولد عمه كان من المفترض أنه يكون حفل زفافة بعد ثلاث أيام يعني يوم الجمعة يعني من مقتلة يوم الجمعة فتم تأجيل حفل الزفاف وكل أهالي محافظة قلق يلي تفاعلوا وحزنوا وتأثروا جدا على وجودها الجثة بهالطريقة ومقتلها وليش والمصيبة أنا ما أعرف إلى الآن من قتل محمد ظامن راحت الأيام وجدت الأيام خلال التحري من موقع العثور على الجثة حصلوا على كيس هالكيس هذا بداخله رسالة هذه الرسالة سببت أزمة ومشكلة كبيرة جدا بين عدة أسر ليش الرسالة المحضوطة داخل الكيس والكيس هذا كان مقطوع من الجانب وكان متعمد الشخص اللي وضع الرسالة في الكيس بجانب الجثة متعمد أنه يتم العثور عليها شكاتب فيها كاتب أنه أنا حبيب زوجة ولد عم الطفل هذا محمد ظامن وأنا قتلته لأن ولد عم تزوج حبيب يومك شفوا رجال الأمن عن مضمون الرسالة وكان مخبين الأمر لمدة ثلاث أربعة أيام لأن الكلام هذا خطير هذا الولد خلونا نسميه سليم ولد عم محمد الضامن المقتول الضحية لما عرف بأن زوجته أو المفترض أنه يتزوج وتم تأجيل حفل الزفاف لها علاقة بشخص يحبها لدرجة أنه قتل ولد أخوه أو ولد عمه علشانها هذا الأمر تسبب مشكلة جدا بين الأسرتين وصاروا يطالبون أهل العروس نفسها أنها تكشف عن اسم حبيبها العروس تحلف وتقسم تقول أنا ما عرف أحد تكلمي إحنا الآن خلاص حفل الزفاف هذا رح نفركش والزوج هذا ما رح يتم لكن إحنا نبي منه هذا اللي أنت تحبين وبسبة حب لك قام وقتل محمد الضامن الضغط اللي أتى العروس وأهلها مو بس من أسرة سليم المعرس نفسها لا 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 من أسرتها ومن أهل المنطقة ومن رجال الأمن ومن الدنيا كلها العروس نهارت ما هي عارفة ش تسوي فضيحة مدوية صارت عنده والمصيبة لا زالت تنكر تقول ما عندي أحد ولا أحب أحد ولا لعلاقة في أحد أسرة تكادوا أن يقتلونها لأن سودت وجيهم من هو هذا اللي أحبها وليش ما تكلمت وليش هذا الحقير الظاهر أكيد بينهم شيء شلون متعلق فيها بهالصورة لدرجة أن يقتل طفل انتقاما من أهل العريس أكيد في شيء قوي بينهم والعروس استمرت في الإنكار حتى أن رجال الأمن قاموا بالتحفظ على العروس في أحد مراكز الشرطة خوفا على سلامتها الآن خلونا من العروس وخلونا من العريس وخلونا من القاتل الآن هذا العروس تقول أنا ما أعرف أحد وهي الوحيد اللي رح ترشد أو تكشف شخصيتها لكنها تنكر جابوا فريق نسائي ليش جابوا الفريق النسائي لأنه سمعوا أنه في مشاكل بين أكثر من أسرة مترابطين مع بعض لهم علاقة في المجموعة أو الدائرة نفسها فغالبية المشتبه فيهم الآن هم النساء فجابوا فريق أمني نسائي وكانت من بينهم محقق أو ضابط تحقيق امرأة لما ممسكت ملف القضية اش قالت قالت حركة الرسالة متعمدة يعني الشخص اللي وضع الرسالة متعمد يكشف القصة وهذا شي غريب والأغرب أنه يقول أنه أنا رجل وأحب فتاة والفتاة هذه راح تتزوج لذلك أنا ارتكبت الجريمة لكن إحساسي يقول أن مثل هالحركات هذه تقوم فيها النساء وليس الرجال هي الفتاة انتباهم لهالأمر قالوا الاشتغصدين قالت هذه حركات نسوان مش رجل اللي يقول أنا أحب وقتلت الرجل إذا قتل ما يكشف عن هويتها لأنه أصلا لمجرد أنه يقول أنه أنا حبيب بالعروس أكيد راح ينكشف مستحيل بيكشف نفسه فاللي كتب الرسالة هي امرأة وليس رجل لكن تحاول أنه تتوه التحقيق والضيع إجراءات البحث فأنا ما أنا مقتنعة وخصوصا بعد ما حققت مع العروس نفسها أنا متأكدة أن العروس بريئة وما لها علاقة في الجريمة يعني ما في واحد يحبها واللي كاتب الرسالة هذا يحاول يضيعنا فقط قالوا لها استلم الموضوع صارت تدور تنبش تحقق مع النسوان من العائلات وهي فعلا كانت دقيقة الملاحظة قالت بما أن هذه صاحبة الرسالة حاولت أن تبعدنا عن الشخصيات اللي لازم نحن نركز عليها فبدل من أن يكون المتورط في الموضوع العروس ممكن يكون العريس نفسه لأن هذا حفل زفافة في واحد يبيخرب حفل زفاف هذا الرجل وإذا كانت امرأة ربما تكون لها علاقة في هذا العريس نفسه اسأله تعال يا سليم أنت في علاقة بينك وبين أي فتاة وكذا قال ها والله أنا فعلا بيني وبين فتاة قصة حب عنيفة واستمرت ثلاث سنوات لكني بالنهاية تقدمت لفتاة من أقاربي وهذا بضغط من أسرتي وتركت اللي أنا أحبها أول اللي كان كان بيني يعني علاقة علاقة أشبه بالحب ما كان حب حقيقي يعني كان بالنسبة لي أنا تسليه وهي كانت تعتقد أنها راح ينتج عنها الزواج قال لابس تعال طيب منها الفتاة هذه قال هذه اسمها سمرة فتاة عمرها عشرين سنة وين ساكنة قال جيران بيننا وبينهم كم بيت ويلقون القبض على سمرة سمرة أول ما مسكوها وتفط الجربة قالت أنا راح اعترف بكل شي وأنا فعلا ندمانه على اللي سويته يخ رب بيت جير سمرة الحين تعال شرحيل لنا شلون قدرت تخطفين الولد شلون قتلتيه وشلون رمتيه في حاوة القمامة قالت أنا حقت على سليم اللي راح تقدم لفتاة بعد ثلاث سنوات من علاقة الحب اللي بينها وكنت مشتعل نار وكان يتملكني الغضب وحاول بأي طريقة أني أخرب حفل زفافة وأن تقم منه في نفس الوقت ما وجدت أسهل من أن يكون الضحية محمد الضامن عمره سبع سنوات ومن السهل استدراجه وفعلا خبرت تعال عندي في البيت ألعاب وراح أعطيك شوكولاتة وكذا ويثق فيني محمد الضامن لأن كذلك جيرانهم ومعرفة قديمة فرافقني للبيت ودخلت عندي بالغرفة وأخرجت منديل عندي في البيت وربطت حوالين رقبته وبديت أضغط عليه وأثناء اختناقه أخرج لسانه ولما شديت عليه ضغط بأسنانه على اللسان وانقطع جزء منه وبدأ ينزف بغزارة إلى أن تأكد أنه فارق الحياة هنا بديت أستوعب اللي أنا سويتها لفيتها في عباية عباء اللي أنا ألبسها أخرجتها من الدولاب ولفيت جثة محمد الضامن في العباء وحملت على كتفي مسافة مئة متر إلى أن رميته في حاوية القمامة وطلبت منها أن يسامحني شنو؟ قالت نعم لما تركت في حاوية القمامة نتلا سامحني لكن أنا مضطرة أني أعمل هالجريمة فيك أنت يا محمد اللي مالك ذنب فقط علشان أستطيع أني أخرب حفل زفاف ولد عمك سليم وتركت الرسالة اللي أنا كتبتها بخط يدي لكن حاولت أني أغير من أسلوبي في الكتابة بقلم الرصاص وادعيت أو ذكرت أن أنا شاب ولي علاقة في زوجة سليم وأني أنا انتقمت من سليم لأن أخذ حبيبتي قلت عشان أتوه التحقيق وكذلك علشان أخلي سليم يكره زوجته مالكم بطويلة البنت تمي حالتها للمحاكمة وكان عمرها 19 سنة وداخلها في العشرين وصارت عطوة وصارت مطالبات وقصة كبارة جدا جدا الولد هذا ما لا ذنب بالحب الفاسد اللي بينك أنت يا سمرة وبين سليم لكن تصرف من فتاة عاشقة ومجنونة وتم الحكم عليها بالسجن وتم تخفيض أحكام السجن على الفتاة بعد حصول التنازل من قبل الأهالي وهذا نهاية سالفتنا وفماني الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر